في تونس في ضجة كبيرة شغالة من أمس وسببها برنامج كاميرا خفية وخلينا نقول سببها وقف برنامج كاميرا خفية فاللي صار أنه في إعلاميين اثنين هم وليد الزريبي وزهير الجيس وهم بينتجوا وبيذيعوا البرنامج طلعوا في حساباتهم على فيسبوك وكتبوا في سابقة خطيرة وزارة الداخلية توقف تصوير برنامج الكاميرا الخفية وتمنعنا من استكمال باقي الحلقات هذا البرنامج هو نوعية برامج مقالب زي ما قلنا وفكرته هي إيهام سياسيين ورجال أعمال بتورطهم في قضايا وبأنه تم إصدار بطاقات جلب قضائية بحقهم وبحسب الإعلاميين الوزارة وقفت البرنامج من دون توضيحات بشأن أسباب التوقيف وكمان الإعلاميين ومن وقت هذا الإعلان وحساباتهم مليانة بوستات بيعلقوا على الموضوع وبيتكلموا فيه وبيحتجوا علشان نسمع من أصحاب الشأن شخصيا بينضم إلينا الصحفي ومنتج البرنامج اللي تم إيقافه وليد الزريبي أهلا فيك معنا وليد حسب ما أعرف هذه مو المرة الأولى اللي تم إيقاف برنامج من برامجك نعم مرحبا بكي وبكل مشاهدي قناة العربية طبعا هذه ليست أول مرة يتم فيها إيقاف البرنامج قبلها كانت هناك سوابق في إيقاف البرامج سواء عن طريق القضاء أو عن طريق الضغط الإعلامي والسياسي مثل برنامج شلوم وبرنامج الملك السابق الآن ليس وقف البرنامج أثناء البث أو نتيجة لضغط ربما سياسي أو شكاوى من الضيوف البرنامج وإنما السابق هو وقف البرنامج أثناء التصوير وهذا يحدث لأول مرة ووقف البرنامج طبعا من طرف وزارة الداخلية في تونس طب هل كل شيء الموضوع له علاقة بمكان التصوير هل أعطوكم أي تفسير يعني مثلا ممكن تكون وزارة الداخلية تكون مخالفين مثلا شيء معين نعم تحدثنا مع المسؤولين أو رجال الأمن الذين كانوا يقفون مجموعة كبيرة من الفرق في كل الأسلاك والاختصاصات الأمنية نتحدث عن لماذا تتمنعنا من التصوير كانت هناك ربما أسباب تتدرج منها مثلا رخصة التصوير والمعلوم به في تونس في القانون أنه عندما تحتاج إلى ترخيص لأنك تريد أن تأخذ صور أو تصور مشاهد تلفزيونية أو درامية أو أفلام خارج مكان مغلق يعني في الشارع في الفضاء العام عندما تشترك مع الناس في فضاء عام طبعا من المفترض قانونيا أن تتخلص أو تتحصل على الترخيص القانوني اللازم طبعا نحن نصور داخل أستوديو أيضا هناك حجة أخرى أنه نحن نستعمل الزي الأمني الزي الأمني يحتاج إلى الترخيص ولدينا هذه الشركة التي تؤجر الأزياء الأمنية ويتم اعتمادها في تونس منذ سنوات سواء في المسلسلات أو في السكاتشات أو في الأفلام واعتمدناها سابقا أيضا هذه الأزياء في الكاميرا الخفية الـ FBI لديها الرخصة القانونية لتنتصب في تونس وتؤجر مثل هذه المعدات طب إيش تتسيرك؟ ذهبنا أبعد من ذلك ذهبنا إلى أن نقول لهم أننا سنتخلى عن اللباس الزي الرسمي للرجال الأمن وسنعتمد بدلات بدلات لهؤلاء الرجال اللي يقومون بهذه المشاهد فما رأنا إله أنه تم منع التصوير هناك إرادة وهناك قرار رفوا هناك قرار بوقف التصوير تماما مهما كانت الأسباب ومهما كانت المسببات أيضا طب أتفسيرك لهذا الموضوع؟ يقولون أن الوضع الآن لا يحتمل ربما مثل هذه البرامج الحقيقة التفسير الحقيقي والمنطقي في تونس الآن أنا ليست لديها كل هذه الكمية من الإجابة والتوضيحات لأن وزارة الداخلية نفسها لم تصرح والرأي العام منقص من الآن من هو معه ومن هو ضد لكن الرأي الرسمي والموقف الرسمي من وزارة الداخلية لماذا تم منعنا من تصوير هذا البرنامج؟ لا يوجد أي كلام رسمي ولا يوجد أي تصريح رسمي كل شيء حدث أمام الأستوديو في الشارع ووجدت نفسي مجبرا على أن أقف أنا أذهب مع الأمنين أو أن أوقف هذا التصوير وبالفعل تم وقف التصوير حضرتك شرحت وجهة نظرك اليوم نحن في انتظار يمكن بيان رسمي أو شيء يوضح الأسباب بنشكرك كان معنا منتج البرنامج الذي تم إيقافه وليد الزريبي شكرا لك